شكرا مئة الف اخ وصديق القناة وصلت في الفترة الاخيرة لمئة الف مشترك عند بعض الرسالة البسيطة اللي انا اعيز اوجهها لكم تابعونا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم شف المرسالين الله معلمنا ونفعنا ونفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم شكرا مئة الف شخص ضغطوا على زرار سبسكرايب او اشتراك علشان يوصلوهم كل جديد من القناة ويتابعونا وبشكل دوري شكرا سبعة وثلاثين الف صديق فعلوا جرس التنبيهات عشان توصلوهم الفيديوهات اولا باول الحقيقة مئة الف شخص بيفرقوا في المحتوى اللي بنقدمه على القناة لهم مني كل التحية والتقدير ان شاء القناة لي قصة صغيرة كده هحكيها لكم في عجالي عشان مضيعش وقتكو انه من حوالي خمس او ست اثنين كنت بتعلم احد لغات البرمجة وهي لغة جافا وهي تعتبر واحدة من اكبر واصعب اللغات لانها متفرعة ولغة كبيرة جدا وكنت بلاقي صعوبات كتير جدا في التعلم لان كنت بتعلم انلاين مع نفس كده مازل دورة معينة بعد ادرسها وبشكل مفصل وكنت واقف عند بعض الحاجات اللي مش فهمها فعلا ولان هذا المجال كان جديد علي فكت بلاقي الكثير من الصعوبات في التعلم وبعض المشاكل اللي كنت بقعد بالشهور عشان لها حلول والطبيعي ان انا كنت ألجأ لاصحاب الخبرة من خلال الفيديوهات الخاصة بهم ولكن للاسف كنت بلاقي ان معظم اللي بيشرح هذه الدورات بيشرحها بمستوى اعلى وبريتم سريع عكس اللي انا محتاجه تماما لان انا يعني تحت المبتدئ حد لسه ما يعرفش عن ايه برمجة ودخل يتعلم وقابلته مشكلة ما فبيحاول يشوف فيديوهات ولكن كل الفيديوهات اللي شفتها عبارة عن ناس بتشرح بمستوى عالي فما كنتش بقدر استوعب كم المعلومات اللي هي او مره ناس معها اصلا وجات من هنا فكرة انشاء قناهه على اليوتيوب مهتمة بالمحتوى التقني عموما ولكن الهدف الاساسي منها هو تبسيط المعلومة على قدر المستطاعة بحيث توصل لكل الناس حتى الناس اللي ما عندهمش اي خبرة بالمجال التقني وقت كان وتم انشاء القناه في اخر 2017 ونزلت عليها دورة خاصة بلغة HTML وتقريبا احملت القناه لمدة عام كامل تقريبا 2018 منازلتش عليها حاجة بعد الدورة دي غير فيديو او اتنين تقريبا ولكن البداية الحقيقية للقناه كانت في 2019 بدأت انتظم وانازل فيديوهات بشكل منتظم وبدأت احتمل بالقناه بشكل كبير وبالمحتوى الخاص بها ويمكن ده واحد من اهم الاسباب اللي خلت ناس كتير متزاعة مننا انه الشرح طويل انك بتبسط كتير انك بتوضح انك بتكرر بعض الكلمات وهنا حلينا القصة دي ببساطة ان احنا باقينا بنقسم الفيديوهات لو حضرك شفت الوصف اسفل الفيديو هتلاقي ان الفيديو مقسم الى اجزاء تقدر تختار الجزء اللي انت عايزه منه بشكل مباشر بدون ما تشوف الفيديو بشكل كامل ولكن يسعدني انا بشكل شخصي ويفيد القناه انا حضرتك تشوف الفيديو بشكل كامل وخاصة ان معظم الفيديوهات بتاعتنا من خمس دقايق لعشر دقايق ده الرنج يعني مش هتلاقي عندنا فيديوهات كتير معدية عشر دقايق او فيديوهات كتير اقل من خمس دقايق برضو من الحاجات المهمة اللي انا عايز اوضحها رسائل فيسبوك وانستجرام ما بقيتش اقدر ارد عليها بسبب كثرة الرسائل وانا اقسم بالله ان الرسائل صعب جدا ان انا ارد عليها الناس مش متخيلة حجم الرسائل الموجودة وكل رسالة تعني ايه هنا الرسالة دي مش بتاعني ان حد بيسألك ازايك فبتقول له الحمد لله انت عامل ايه فخلاص الرسالة انتهت ولكن كل رسالة بتمثل استفسار او مشكلة عند الشخص اللي بعت الرسالة وبالتالي اقل شي ممكن ياخد له عشر دقايق انا لما كنت عندت ستمائة سبعمائة رسالة وكل يوم ادخل رسالة جديدة وحاولت كتير انا ادخل ارد علي بعض الناس وما بقدرش يستوعب لانه انا الوحدي على القناة وانا بطلب من الناس انها تلتامس العزو عشان انا مش عايز حد يزعل لاني بيلاقي بعض التعليقات للناس زعلانية ان احنا مش بنرد علي هذه الرسالة وانا ياردت كون رسالتي وصلت انه صعب ان انا رد علي كل هذه الرسالة مهما كان عندي وقت او مهما خصصت وقت لهذه الرسالة وبالتالي انا مش عايز حد يزعل لانه والله العظيم ده شيء خارج عن اربطي تماما برضه من الحاجات المهمة عايز اشكر اخواتي واصدقائي على القناة اللي دايما تعليقاتهم ايجابية على كل الفيديوهات والحقيقة انا ببقى سعيد جدا لما بشوف هذه التعليقات الايجابية وبرضه احب اشكر الناس اللي عندهم نقد ومعنديش اي مشكلة والله مع النقد طالما انه نقد في معلومة معينة او مراجعة معلومة معينة وانا معنديش اي مشكلة لو انا قلت معلومة خاطئة ان انا اصلحها لانه مفيش حد تجيره على الغلط فاي حد انتقادني نقد موضوعي فهو على رأسي وانا مش زعلان من اي حد بالعكس ده بيوثري القناة وبيزود وبيعلي القناة اما بقى الناس اللي كانت بتتجاوز وبتغلق في التعليقات فانا مسامح الناس كلها ومش زعلان من حد بس رجاءا لما تجي تعلق باساءة سواء هنا او على اي قناة فكر بس دقيقتين قبل ما تكتب التعليق ليه انت بتسيق لها هذا الشخص وهي الاساءة دي حتتفيدك في ايه يعني انت بعد ما تكتب كلمتين اي مكان الكلمتين انا هتقولهم الكلمتين دول هيدفولك ايه وحينتقصوا من هذا الشخص ايه ولا اي حاجة وبالتالي فكر قبل ما تسيق لأي حد في تعليق سواء هنا او على اي قناة او على اي موقع من واقع تواصل الاجتماعي واحدة من اكتر رسالة اللي انا شايفها مهمة على القناة بيجيلي كتير من الناس بيبعثوا فيديوهات لبعض القنوات اللي بتسيق لنا باي شكل من الاشكال في مرة من المرات احد الاصدقاء على القناة بعتلي فيديو لحد بيتكلم عن ام تي يو وانا اقسم بالله ما بشوفش كل القنوات لانه فعلا انا ما عنديش وقت ان انا اقعد اشوف ده بيقول ايه وده بيقول ايه ما احترام يلوم كلهم كلهم ناس افاضل يعني بعتلي فيديو بيتكلم انه هزا الشخص بينتقد معلومه تقنية احنا كنا قلناها هنا وكان في بعض التجاوز ونقبل ولكن انا مبسطش للتجاوز وخدت المعلومه التقنية وردت عليها في فيديو كان بعنوان ام تي يو زائد تمانية وعشرين الشخص ده بيقول انك لازم تضيف تمانية وعشرين وانا بقول فعلا انه الطريقة الصحيحة انك بتضيف تمانية وعشرين ولكن عدم اضافتها افضل وكننا عملنا فيديو ووضحنا هذا الكلام بشكل عملي لانه حالة الخدمة في مصر او في بعض الدور العربية مهيش استاندر او مهيش مشغالة بالمعايير المزبوطة وبالتالي انا بعمل اختبار الام تي يو مش عشان اطلع افضل ام تي يو او عشان امشي بالطريقة الصحيحة انا بعمل اختبار عشان يحسن البنج ويحس الخدمة ده الفيصل وبالتالي انا رضيت على هذا الشخص بمعلومة تقنية بدون تجاوز عشان اتفاجئ انه في هذا الفيديو جعل لي تعلقات فيها تجاوز كبير جدا وانا الحقيقة كنت مستهرة بهذه التعلقات احد الاصدقاء ابعت لي لينك لأحد المنشورات على نفس هذه القناة ان هذا الشخص بيداقي ان احنا بناخد منه مواضيع ونشرحها هنا في القناة الحالة لما شفت هذا المنشور والله العظيم فقلا بقى عندي صدمة انه هل في حد لسه بالعقلية ده يعني انت بتقول معلومة وانا برد عليها بمعلومة عكس اللي انت بتقول عليه فانت عندك شوية مشاكل على القناة او مفيش تفاعل وعايز تعمل شوية تفاعل فبالتالي تبطيق تغلط في الناس وتسخن الناس عشان تبطيق تغلط فينا وانا من هنا ما عنديش اي مشكلة مع حد ومسامح كل الناس والله ولكن عمر النجاح ما كان انك تقلل من الناس او انك تدعى عن الناس انهم بياخدوا منك معلومات وفي الحياة انه الفيديو ده كان ردنا على معلومات تقنية مش واخدين معلومات تقنية بالعكس ان احنا صححنا بعض المعلومات التقنية الخاصة بالتمانية وعشرين دول بتوع مين بروتوكول اي سي ام بي بياخد تمانية والاي بي هدر اللي فيه المعلومات الخاصة بالحزمة بياخد عشرين حضرتك ما كنتش عارف المعلومة وبتقول المعلومة غلط ان التمانية وعشرين للبروتوكول وهي معلومة خاطئة وصححناها بادب وبدون تجاوز نفس الكلام كان هذا الشخص يقول ان الامتيو انت بتجيبه من السنترال او من خدمة العملة وما كانتش يعرف اصلا ان هو اختبار بيتعمل على الكمبيوتر او من خلال التلفون زي ما شرحنا على القناة وبعد ما اتعلموا سواء مننا او من غيرنا لان احنا اول ناس شرحنا القصة دي بشكل عملي في المحتوى العربي كله جاي بعد كده بينزروا وبرضو بتجاوز انا غلطان فعلا لو ردت على شخص بهذه العقلية ان انت ترد عليه في معلومة فيقولك التواخدها مني يعني هو بيقول ضيف 28 انا بقول ما اضفهاش فبقيت انا كده واخد معلومة منه ففزا انا ما عندش اي تفسير بصراحة الا انه حاجة واحدة بس انه كان من الخطأ ان انا رد على هذا الشخص وبالتالي انا مش هرد على اي حد تاني بيتجاوز في حدود اخيرا اي حد تزعلم مني في اي حاجة على القناة سواء ما ردتش عليه في علومة تقنية او في اي شيء ده بيبقى خارج عن اردت لانه المشكلة انه بيبقى في تعليقات على الفيديوهات الجديدة والفيديوهات القديمة فبيرتفضل التعليقات تيجي من الناس بتشوف الفيديو الاول مرة وبالتالي بتبقى كمية التعليقات كبيرة جدا فبنحاول على قدر الامكان زي ما بتشوفوا ان احنا نرد على كل التعليقات ونحاول نساعد كل الناس على قد ما بنقضى مرة تانية عايز اشكركم بشكل كبير جدا اكتر من 100 الف اخوة صديق فعلا على القناة ثقاتكم ان شاء الله في محلها اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته